حلت مجموعة من فرسان القبر المقدس من ألمانيا ضيوفاً على رعية قلب مريم الطاهر لاتين لفحيص وكان في استقبال الوفد الزائر كاهن الرعية الأب عماد لطوال الذي اصطحب الضيوف بجولة في مرافق الكنيسة استمعوا خلالها إلى إيجازاً عن نشأتها وعن تاريخ مدينة لفحيص العريق وكنائسها التاريخية وعن الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة والرعاية الأردنية المستمرة للكنائس المسيحية في البلاد تلا ذلك تقديم واجب الضيافة للزوار وتعتبر جمعية فرسان القبر المقدس في ألمانيا من أهم الجمعيات الكاثوليكية في العالم وهي الحامية والداعمة لكنيسة الأرض المقدسة